السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخرت كريش بردها للرسول صلى الله عليه وسلم محرما في شهر الله الحرام عن بيت الله الحرام في عام الحديبية فأدخله الله عز وجل في نفس الشهر العام التالي لعمرة القضاء وأغاض القوم الكافرين ونزل قول الله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين كان العرب في الجاهلية يعظمون أربعة أشهر من كل عام ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب فتضع السلاح ويعوم السلام ويأمن التجار في التنقل بين البلاد للبيع والشراء فأتى الإسلام وأقر بحرمتها إلا أن يعتدي معتد على المسلمين في الشهر الحرام فمن قاتل المسلمين في الشهر الحرام قوتل في الشهر الحرام ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى والحرمات قصاص والحرمات جميعا قصاص حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الإحرام فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل في الشهر الحرام ومن قاتل في البلد الحرام قوتل في البلد الحرام ومن قاتل محرما قوتل محرما والحرمات أجمع حرمة وهي ما لا يصح انتهاكه والقصاص من قص الأثر ويقصد بها المجازاة بالمثل والقصاص أن تأخذ للمظلوم مثل ما فعل الظالم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا حرج عليكم في ذلك لأنهم هم البادئون بالعدوان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم دون حيف أو تجاوز للحد ولأن الله عز وجل هو العدل فقد أمرنا بالعدل حتى مع المشركين وجد الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جارية وقد رد رأسها بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك أفلان أفلان ثم ذكروا يهوديا فأومأت برأسها فأتوا باليهودي فأخر بما فعل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترد رأسه بين حجرين فدين الإسلام ليس دين ضعف وخنوع وعجز وإنما هو دين قوة وعزة وغلبة وصدق الشاعر حين قال وإذا بليت بظالم قن ظالما وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي ويكون ذلك في حضرة الحاكم أو من ينوب عنه حتى لا يكون هناك فوضى أو جور في رد الاعتداء واتقوا الله وخافوا الله وراقبوا الله واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا لأن تقوى الله مانع للعبد من التعدي وتجاوز الحد واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والتأييد والعون والتوفيق ومن كان الله معه حصل على السعادة في الدنيا والآخرة ومن كان الله معه فلا يحزن جزاكم الله خيرا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين